على وقع تصاعد الاحتجاجات في العراق وتوالي أحداث العنف أكد مصدر دبلوماسي للرأي أنه تم سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية الكويتية بالبصرة نظراً لتطور وتدهور الأوضاع في المحافظة وكان العراق قد شهد مساء أمس صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة في استمرار لمشهد العنف المرافق للاحتجاجات العراقية التي دخلت يومها السادس عشر